الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل يقول أعمل جزارا وغسلت ثوبي من نجاسة الدم وستعملت كل المطهرات ولكن أثر الدم بقي ولم يذهب فهل أصلي بثوب هذا أم ماذا نعم يجوز لك أن تصلي بهذا الثو لأن النجاسة النجاسة يعني لازم ننحيه والحكم انتحها وش معنى الحكم انتحها يعني رأني نغسل في النجاسة بالماء أنا غسلتها نحيت الجرم انتحها الجرم انتحها نحيناه وزدنا خسلنا 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 بقى الأثر انتحها لم يذهب ولكن هاي مغسولة طاهرة حكما فهمتها هنا يجوزك تصلي به إذا استعملت كل أنواع المطهرات لأن بعض أنواع النجاسة يقعد لاسق ولو استعملت المطهرات فهمتها ولذلك يقول الإمام خليل باب يرفع الحدث وحكم الخبث شفت الخبث نزيل جرمه ونزيل حكمه يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد وإن جمع من ندا أو ذاب بعد جموده أو كان سعر بهيمة أو حائض أو جنوب أو فضلة طهارتهما إذن يرفع الحدث هو حكم الخبث أنت أغسلها بالماء زيد استعمل بعض المطهرات أغسلها بعد المطهرات استعمل الماء الطاهر فإذا ذهب جرمها ولم يذهب لونها فهي طاهرة ولا شيء عليك وصلي بهذا الثو وصلتك صحيحة إن شاء الله فهمتها سائل يقول دخلت إلى المسجد لأصل العصر وجاء الناس واقتدوا بي ولم أكن نويت الإمامة ولا أعرف الإمامة ولست إماما ووجدت الناس ورائي فهل صلاتي وصلاتهم صحيحة صلاتك وصلاتهم صحيحة ووراك ولت إمام بالصفة عليك هذه هي أنت دخلت للجامع متأخر أنا نمثل ما صليت الدور كبّت لصلاة الدور فأقول لك الناس كي الناس وحد أخرين جاءوا متأخرين ما لا وإذا بكتوا لإمام اقتدوا بيك اقتدوا بيك حتى صبت الغاشر مورك صلاتك صحيحة وصلاتهم صحيحة قال علماؤنا عليهم الرضا والرضوان اكتب كل صلاة صحت على الإمام صحت كل صلاة صحت على الإمام صحت على المأموم ولا ننسيت إلا في سبق الحجث ونسيانه إن شاء الله ما ليش غالط قاعدة قرأتها قديما وإن شاء الله ما ليش ناسي كل صلاة صحت على الإمام صحت على المأموم إلا في سبق الحدث ونسيانه والله أعلم المهم كل صلاة صحت في نفسها يا صحي تصلي بها الناس علىه علىه تصح قل لي عليه لأنه لا تشترط نية الإمامة إلا في صلاة الجمعة أما الصلاة الخمس لا تشترط نية الإمامة هاني دخلت وحدة نصلي جاءوا الناس اختدوا بيا الصلاة صحيحة بخلاف صلاة الجمعة لازم ينوي الإمام أنه إمام وأنا هذا المسألة اللي أتسأل عليها أنت وقعت لي في جدة كنت في جدة وقدموني صليت بهم صلينا العيشة وبعد صلاة العيشة نروح نصلي الشفع أما لكي رح تنصلي الشفع أنا راني في الشفع زادوا جاو يأوقي بخمس صفوف اقتدوا بيا هما جاو يصلوا العيشة وأنا راني في الشفع وهم اقتدوا بيا العيشة كي سلمت أنا من زوج وهم عم بلهم اقتنر أنا مسافرين سلموا وقع من زوج ومعن نبهتهم رحت تنصلي صلاة الوتر كي سلمت صبت موريا صف قع اقتدوا بيا يعني واحد النهار جوزناه ما حصلنا مع الغاشي لأنه اللي يجي يشوفك واقف تصلي يقتدوا بيك وعن بالهم قاعوا أنا نصلوا في العيشة وصرت فوضى هذا النهار يعني صرت فوضى كبيرة إذن انتهي كبرت لي صلاة الظهر اقتدوا بك صلاتك صحيحة وصلاتهم صحيحة إن شاء الله سائل يقول صلى بنا الإمام صلاة العشاء وسلم بعد التحية الوسطى ولما نبهناه تممها وسجد بعد السلام فهل صلاتنا صحيحة إذن الإمام صلى زوش ركعات تحاو سلم هكذا تحاو سلم هيا جاوبوني واش يدير هم نبهوه سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا لازم ينبهوه ما يصفقوش النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما التصفيق للنساء إنما التصفيق للنساء ما لا الإمام مالك واش فهمها الإمام مالك فهم كلمة النبي عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء ما شيء معنى يقول لنا صفقو الصحابة لما صفقو قال لهم إنما التصفيق للنساء عن ساكي ديرو عص يصفقو ويطبلو حبي فهمهم بل ما ديرو هاش ما شيء معنى ما يقولهم معنى يقرهم وينصحهم إنما التصفيق للنساء لا لا معنى ما تصفقوش وذهب بعض الآئمة إلى أنه إقرار ونصيحة وإرشاد وتوجيه وسنة بالنسبة لهم قوله عليه الصلاة والسلام إنما التصفق للنساء يعني يراه يأمرهم وينصحهم بالتصفق نحن في المذهب المالكي لا الرجال ما يصفقوش وإنما يسبحوا سبحان الله ما لا لما سبحوا لهذا الإمام قام وكمل صلاته ولما كمل صلاته سجد بعد السلام لهذا السلام الذي أضافه عند التحية الوسطى وصلاته صحيحة وصلاتكم صحيحة وهذا دليل على أن إمامكم فقيه يقول عليه الصلاة والسلام فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ويقول عليه الصلاة والسلام والمتعبد بلا فقه كحمار الطاحون شتولي يا عبد ربي بدوني فقه كحمار الطاحون على ما يعرش مسكين ما يعرف رقع صلاته ما يعرف أحكام الصوم ما يعرف والو أنا رأيت بعيني شفت إنسان تخل بيت الخالاء وطلع يصلي نصحته قلت له يا أخي تخلت بيت الخالاء لازم تتوضى قلت له هكذا قال لا اسمحوا لي وأكرمكم الله قال لي بس أنا بلتبرك قال لي أنا بلتبرك على أن توضى فراجل جاهل يعني لا يعرف أن بعد البول لابد من الوضوء رايح يصلي قباله وأنكر علي وتفاتل معايا هكذا وصل حتى وصل قال لي وش من الدين هذا قلت له هذا هو الشر وهذا هو الفقه لأنه لا يعرف المتعبد بلا فقه كحمار طاحون رأيت إنسان صلى 12 ركعة بدون سلام 12 ركعة بدون سلام قباله بعد قلت له انصحت وقلت له يا أخي صليت 12 ركعة بلا ما سلمت قال لي تسني أني صحيح أنا أخوك أو يدردق أنا قال لي صلي 60 ركعة بلا سلام هكذا عن باله زي ما قدمي صلي بدون سلام يا لا النافلة تصلي زوجه تسلم زوجه تسلم زوجه تسلم والمتعبد بلا فقه كحمار طاحون رأيت بعيني أناس يرقد يوم الجمعة يرقد في وسط الجمعة ويشخر ويقول لي يريك ورأسه طائحة على كتافه ونهار ينرد يصله وينرد يصلي ينرد يصلي وكي تقوله كنت راقد يقول لا لا أنا كنت راقد أو ما نعفش روحينا يا وش بيك ش بيك خويا أنا كنت فاطن يا أخويا شفناك كنت تريك وكنت تهترف ورأسك طائحة على كتافك وسبحة تاك طاحت ويدك تحلت خلاص كنت راقد لا لا ما كنت ش راقد وش تدين له حسبونا الله ونعم الوكيد والمتعبد بلا فقهين كحمار الطاحون وعلى شبهه بحمار الطاحون لأن هذاك الحمار ليطحن يدير له شكيمة على عينه باش ما يدوخش أو يدوخ هو في اعتقاده راو قطع ألف كيلومتر هو ما زل في مكانه لم يتحرك ما زل في مكانه لم يتحرك في مكانه ما زل لم يتحرك حسبونا الله ونعم الوكيد إذن علينا بالفقه إن سلسل يتعلم الفقه وإلى حصة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر